طيب خلينا نروح لتونس طيب التوانس اشقاءنا في تونس شايفين ازاي مباراة الزهاب ونتيجة صفر صفر هل بالنسبة لهم مرضية هم يعلموا تماما حجم وقيمة النادي الاهلي لكن تعالوا نشوف عدد من الصحف التونسية يمكن علاقت طبعا على نتيجة مباراة الزهاب طيب بنبدأ بالصريحة التونسية اللي كلمت على انه التعادل التعادل هو العنوان يعني التعادل يحسم مواجهة الترجي والاهلي في نبرة هدوء في اغلب المنشتات او العنوان اللي اختارتها للصحافة التونسية التونسية او الاعلام التونسي وحتى للستوديوهات التحليلين ما بعد المباراة انا تبعت امبارح عدد من استوديوهات التونسية يعني هم شايفين انه في امل في القاهرة عندهم احساس انه في امل في القاهرة دي الترجي الرياضي الاهلي المصري صفر صفر والحسم في القاهرة طبعا لقطة لميدن جازة طبعا اللفتة الانظار امبارح في تيفو جماهير طيب دي معانا شبكة تونس الرقامية ربطة الابطال الافريقية التعادل السلبي يحسم مواجهة الذهاب بين الترجي والاهلي كلها عنوين تبدو كده ايه يعني مونوتون زي ما احنا بنسميها طيب ابطال افريقيا تعادل سلبي بين الترجي والاهلي صراع الارقام بين بين العملاقين يمين للاهلي طيب كرة قدم طبعا الترجي يكتفي دي طبعا ازاعة موزايك واحدة من اشهر ازاعات في تونس موزايك اف ام الترجي يكتفي بالتعادل امام الاهلي والحقيقة كان فيه اشهادة يعني الاشهادة بدأت من بعد نهاية المباراة من جمهور الترجي الحقيقة اللي احترم المستوى والاداء اللي قدموا فريق نادي الاهلي وحقيقة لعيبة نادي الاهلي وهم لسه على ارض الملعب وكل الصحف التونسية الحقيقة شدت كمان بظهور الاهلي وبالنتيجة حاسين طبعا انه بالنسبة للاهلي انه يتحقق في جولة اولى تعادل في رادس ده في حد ذاته بيصب وبيقرب الاهلي بشكل كبير جدا من اللقب الافريق